توجه أحمد كوجوك وزير المالية إلى دولة البرازيل للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اعتبارا من غد الخميس يحرص وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل على تبني الخطاب الاقتصادي المتوازن الذي تنتهجه الحكومة المصرية بشكل أكثر إدراكا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية وأكثر انفتاحا على المستثمرين الدوليين أيضا بما يعكس الأولويات المصرية خلال المرحلة المطبلة